السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية كيف ما تنقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذن إخواني أخوات كيف ما لحتوا في العنوان ففي هذا الفيديو غندروا المواكبة وغاد نزيد نتشرف معكم معلومات لمهمة وخاطرة جدا في القضية للتسموم المغنية الشعبية إيمان الصنامي هذا الحادث اللي خلال يعني أن إيمان الصنامي أنها تعرف وحتى تضامن ديال العديد والعديد من المتتبعين مع الحالة ديالها فاليوم إخواني أخواتي في هذا الفيديو فغاد نطرقوا الجوج ديال النقاط اللي مهمين مهمين جدا فتسريب توضح أو اللي يفيد بأن إيمان صنامي يعني تتفضح شكون ملفعلة الحقيقي وراء الحالة اللي وصلت لها ديال هذا التسموم اللي أدات إلى أن القلب ديالها سكت في مرحلة ما إلا أنه يعني بقدرة قادر تم إعادتها إلى الحياة وأيضا النقطة الثانية إخواني أخواتي فقد تعلق بكلام خطير وخطير جدا واللي قالوا الماناجر ديال إيمان الصنامي واللي تحدث على أنهم يعني في المستشفى اللي كترقد فيه إيمان الصنامي أنهم تم ضبط وحد الشخص اللي إلقاه يعني داخل الغرفة المخصصة لها في الإنعياش بحيث أنه يعني تشي حد ما تدخل عندها إلا أنهم ضبطوا واحد الشخص كيصور في إيمان الصنامي ربما كانت عنده نية مبيتة باش أنه يدير شي حاجة على أين إخوان وأخوات فنبدأوا بأولى النقاط واللي كيفما قلت كتعلق بالقضية ديال فتح إيمان الصنامي اللي شكون لمن يعني ارتكب هذا الجرم في حقها من خلال يعني خروج مجموعة ديال التسريبات اللي تفيد بأنها تسريبات من مصادر مقربة من المعنية وبالضبط من إحدى الصديقات ديالها القدامة واللي كانت يعني كتشغل منصيب ديال أنها ماناجر ديال إيمان الصنامي قبل ما أنها يعني تتعاقد مع الماناجر اللي تشهر في هذا الحادث واللي يعني كيواجه الإعلام ودائما ما تقول مجموعة ديال المعلومات بخصوص الحالة الصحية ديال إيمان الصنامي فهذا الصديقة فخرج من عنده واحد تسريب كلام اللي قالته بخصوص أن إيمان الصنامي اسبق لها وتعرضت التسمم من طرف يعني وحدة من الصديقات ديال اللي كيشتغلوا معها في الفرقة اللي عندها وأنها بالحادث الثاني ديال التسمم اللي يوقع يعني قرابة الأسبوع أن يعني نفس الشخص هو من وراء يعني تسميم إيمان الصنامي فهذا الصديقة يعني فضحات وكشفات على أن الصديقة أخرى كتشتغل حاليا مع إيمان الصنامي ديال من نفس الفرقة هي من قامت بتسميم إيمان الصنامي بسبب الحسد والغيرة والحقد فشوفوا إخواني أخواتي مدى حجم الغيل اللي كين عند البعض وتالي أنت وصل بيه يعني المستوى يعني ديال هذا الحقد والحسد إلى أن يعني يقوم بأمور بحلمات شكل هذي اللي خطيرة اللي كتمس الحياة ديال الأشخاص إخواني أخواتي فكيف ما كنت قلتها يعني في التغطية الأولى ليا على هذه القضية ديال إيمان الصنامي والتسمم ديالها فكنت طالبت يعني بإجراء تحقيقات طالبنا يعني بإجراء تحقيقات على يعني أشنو اللي كلات بالضبط وهذا الأمور وهذا المشروب يعني اللي تم تسميم دياله من طرف هاد الشخص يعني بحسب يعني المعلومات اللي تم تسريبها واللي هي صادقة ما هي إلا صادقة يعني ديال ابتسام باطمة وكتخدم معها في نفس ابتسام عفوا الإيمان الصنامي وكتخدم معها في نفس الفرقة فإخواني أخواتي من بعد المطالبة ديالنا بالتحقيقات فالأمر يعني من بعدها التسريب بالإضافة إلى هذا التسريب فالأمر ولا ملح النخص الدار يعني تحقيقات من أجل استبيان حقيقة الأمر لأن ما يمكنش أن واحد الإنسان كان غاد يفقد حياة دياله وهناك يعني شكوك وأصابع الاتيام كتتوجه لحد جهة أن ما يتفتحش يعني تحقيق في النازلة فلهذا فخاصة جراوح التحقيق من أجل إظهار الحقيقة كاملة إخواني أخواتي لأن هذا الحادث ماشي سهل هذا الحادث يعني اللي كان انتشر في لحظة ما خبر الوفاة ديالإيمان الصنامي هذا الخبر اللي خلال العديد والعديد يتفاعل معاه فكيف ما كتلاحظوا إخواني أخواتي نجات اعتابه بدورها كالعديد من المغنيين والمغنيات فتفاعلات مع هذا الحادث ونزلات يعني منشور اللي أكدت فيه أن إيمان بعد ما ما توفتش وأنه فقط تعرضت إلى سكتة قلبية السكتة قلبية من بعد يعني ما تدخلوا الأطباء فقاموا بالإسعاف دياله وإعادة هذه الحياة في منشور يعني اللي عبرت فيه نجات اعتابه للتضامن ديالها مع إيمان باطنا وطالبات وطلبات من المتابعين أنهم يتوجهون لها يعني بالدعوات من أجل الشفاء إخواني أخواتي فبالنسبة النقطة الثانية إخواني أخواتي واللي كانت تعلق بكلام خطير وخطير جدا قالوا المناجر الحالي ديال إيمان باطنا إيمان تسونامي عفوا إخواني أخواتي فهذا المناجر يعني يخرج الوسائل الإعلام وقال بأن الممردين اللي كانين في المستشفى اللي تترقد فيه إيمان تسونامي أنهم جاءوا في لحظة ما ولقاوا وحد شخص مجهول الهوية داخل إلى الغرفة اللي كان فيها إيمان باطنا واللي ممنوع لشخص من غير الطبيب والممردين أنهم يدخلوا لها ولقاوا داخل وكيصور وكيفيلمي مع راسه ولقاوا عليه القبل وقاموا يعني بمسك هذك الهاتف اللي كان كيصور به ومشي كاميرا مجرد هاتف فمن بعد التحقيقات في هذه النقطة فتم الكشف على أن هذا الشخص وشخص يعني كيداعي أنه إعلامي وأنه يعني يدخل باش أنه يكون عنده الصبق في الحادث وباش أنه ياخد ذلك الصور بهذه الطريقة اللي بكل صراحة فيها تجاوز أخلاقي كبير الحرمة دين المستشفى وفيها واحد تهديد للسلامة الأمنية ديال المريضة ماشي بالضبط تشكون هي وإنما تصروا بحال ما هذا دخول غرفة الإنعاش بهذا الشكل الفضولي من أجل يعني الصبق الإعلامي فهذا يعني كارتة وطعنة يعني في الجسم الإعلامي المغربي اللي خاصة والتازم بالدوابط الأخلاقية ديال الاشتغال على أين إخواني أخواتي كنتمنى أنني نكون صلى الضوء بشكل كافي على كل هذه المعلومات ختاماً كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية وكيفما تنقول دائماً الله حفظت البلاد هذه من كل شر وخير الختام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته